الوضع الإنساني في حلب وكل ما يمس البنية التحتية من مساعدات إنسانية ومدارس ومستشفيات ومدنيين وأطفال تحولوا إلى أهداف للقصف المدفعي والغارات الجوية الروسية السورية الوضع المتأزم أيقظ الرأي العام للأزمة الإنسانية الخطيرة التي شهدتها المدينة السورية في الخميس الموافقة السادس من أكتوبر للعام الجاري ظهرت عريضة على الشبكة العنكبوتية بعنوان أوقف المجازر في حلب العريضة جاء فيها أن الانتفاضة السلمية التي بدأت في عام 2011 ما لبثت أن تحولت إلى حرب دموية يصعب تصورها والتي يتم إدارتها من قبل أطراف إقليمية وعبرت الصحيفة الأسبوعية الألمانية ديرستيرن عن تضامنها مع مدنيين حلب إذ كرست الصحيفة يوم الجمعة لنشر صور لحلب وسكانها دون كتابة أي مقالات تعبيرا عن عجزهم عن المشاركة الفعالة في الدراما السورية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بانكيمون كان قد نبه عن خطورة الوضع الحالي في حلب خصوصا بعد الهجوم الذي تم على قافلة المساعدات الإنسانية الشهر الماضي حيث قال يوم أمس كان يوما بائسا وحشية الهجوم المتعمد على قافلة المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر العربي السوري هو الأمر الذي دفع الأمم المتحدة اليوم إلى وقف قوافل المساعدات بدعم من القوات الجوية الروسية أطلق النظام السوري هجوما واسعا على حلب مما أثر بشكل مباشر على ما تبقى من الحياة اليومية لسكان المدينة أبو الأيمن أحد سكان حلب قال نحن بقينا تقريبا شيئا أو تلاتي بالمنطقة معروفين يعني وكمان الإضافة أنه في مياه مياه أطاعت صلة أكثر من سنة ونص تقريبا الماء معطوعة والكهرباء معطوعة المبعوث الخاص بالأمم المتحدة في سوريا ستيفندي ميستورا حذر الخميس من إبادة مناطق المعارضة بشكل نهائي في حال واصل النظام السوري بالتعاون مع روسيا عمليات القصف لن يتبقى للجناح الشرقي لمدينة حلب سوى شهرين شهران ونصف الشهر سيدمر كل الجناح الشرقي للمدينة نحن نتحدث الآن عن المدينة القديمة بشكل خاص حيث يوجد ألف من المدنيين وليس الإرهابيين كل سيقتل على الصعيد الدبلوماسي علقت الولايات المتحدة الأمريكية المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لكن الأمر يستحق السعي لإيجاد حلول سياسية في سوريا فلا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض في انتظار المساعدة